يقول تعالى في سورة الأنبياء وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وفي تفسير الآية يقول الشوكاني أي وَمَا أَرْسَلْنَاكَ يَا مُحَمَّدَ بِالشَّرَائِعِ وَالأَحْكَامِ إِلَّا رَحْمَةً لِجَمِيعِ النَّاسِ والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال والعلل أي ما أرسلناك لعلة من العلل إلا لرحمتنا الواسعة فإنما بعثت به سبب لسعادة الدارين الرحمة من صفات الرسول الكريم ومن أوجه سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم مدحه بها الله تعالى وجعلها سبباً في إرساله للخلق أجمعين ولم تكن حكراً على المسلمين والمؤمنين ومن مظاهر رحمته بغير المسلمين رفضه الدعاء على كفار قريش في معركة أحد حين طلب منه الصحابة عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله أدعو على المشركين قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة وكان صلى الله عليه وسلم رحيماً بالصغار فلا ينفك يلاطفهم ويقبلهم ويلاعبهم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الآخر ثم يضمهما ثم يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما رحمة الرسول الكريم تجاوزت البشر لتشمل الحيوان فقد حث صحابته وعموم المسلمين على الرفق بالحيوانات ونهى عن تعذيبها فهي من خلق الله قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن صور الرحمة في رسالة النبي الأكرم أن اصطفاه الله تعالى لحمل الأمانة وتبليغها خلق الله الأرض وارتضى لأهلها الإسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولا يدعو الناس إلى الدين الحق ويدلهم إلى خير السبيل قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر